انكسر هاتف الصبي الصغير فحزن حزنا شديدا فقال له أبوه لا تحزن وسأحضر لك بدلا منه ففرح فرحا شديدا ثم أرسله إلى سوق الهواتف كي يشتري هاتفا جديدا ثم عاد حزينا لأنه لم يستطع الاختيار فقال له أبوه لا تحزن سأذهب بدلا منك لإحضاره أي سأقوم بالمهمة عوضا عنك فالبدل في اللغة العربية معناه العوض وهذا ما سنتحدث عنه اليوم وهو البدل فتابعوا معنا البدل في اللغة العربية ما البدل عند النحاة؟ البدل هو اسم تابع مقصود بالحكم من غير واسطة بينه وبين المبدل منه مثل ذهب أبوك محمد لشراء الهاتف من هو أبوك؟ هو محمد ومن هو محمد؟ هو أبوك فمحمد بدل وأبوك مبدل منه وإذا طابقنا هذا المثال على التعريف محمد اسم تابع وهو البدل والبدل من التوابع مقصود بالحكم أي هو المقصود بالذهاب وهو محمد من غير واسطة أي لا يفصل بين البدل والمبدل منه شيء ويتبع البدل المبدل منه في الإعراب إذا كان المبدل منه مرفوعا يكون البدل مرفوعا وإذا كان منصوبا كان البدل منصوبا وإذا كان المبدل منه مجرورا كان البدل مجرورا ويعرب المبدل منه حسب موقعه في الجملة وفي هذا المثال ذهب فعل ماضي مبني على الفتح أبوكا أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وهذا إعراب ثابت لأي ضمير يتصل بالاسم إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه محمد بدل كل من كل وهذا ما سنتعرف عليه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وننتقل إلى أقسام البدل أقسام البدل منها بدل كل من كل ويسمى أيضا بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل اجتمال وهذه الأقسام الثلاثة سوف نتحدث عنها بالتفصيل فتابعوا معنا أولا بدل كل من كل ويسمى أيضا بدل مطابق لأن البدل يطابق المبدل منه في كل شيء هو نفسه ولذلك سمي بدل كل من كل أو بدل مطابق ومن بدل كل من كل ما يلي واحد أي اسم يقع بعد الكنية أو اللقب يسأل شخص ما الكنية وما اللقب الكنية هي كل اسم سبق بكلمة أب أو أم مثل أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فأبو القاسم هنا هو اسم كنية فمحمد هنا وقع بعد الكنية يعرب بدلا ويعراب أبو القاسم أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والقاسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ومحمد بدل كل من كل أو بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة واللقب مثل المسيح عيسى عليه السلام رسول واللقب هو الاسم الذي عرف به شخص وقصد به المدح أو الذنب فلو قلنا من المسيح هو عيسى ولو قلنا عيسى هو المسيح ولو قلنا الصديق لقالوا أبو بكر ولو قلنا الفاروق لقالوا عمر وهكذا الألقاب فأي اسم يأتي بعد اللقب يكون بدلا المسيح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعيسى بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وماذا لو قلنا محمد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء نلاحظ أننا عكسنا الجملة ماذا سيكون إعراب الكنية في هذا المثال نقول إعراب الكنية في هذا المثال أيضا بدل ونكمل الجملة أي اسم يقع بعد الكنية أو اللقب والعكس فلو جاءت الكنية بعد الاسم تعرب أيضا بدل كل من كل فكلمة أبو هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ومثلها عيسى المسيح عليه السلام رسول فكلمة المسيح هنا أيضا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن عيسى مبتدأ وأيضا أي اسم يقع بعد وظيفة أو مهنة أو صفة يكون بدلا الوظيفة مثل الطبيب أحمد عالج المرضى فأحمد هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه وقع بعد وظيفة أو مهنة ومثال الصفة قابلت الشجاعة خالدا الشجاعة هي صفة للشجاعة ولو كان ترتيب الجملة قابلت خالدا الشجاعة فكلمة الشجاعة بعد الاسم تكون نعتا ولكن إذا جاءت أولا وجاء بعدها الاسم تكون بدلا بدلا كل من كل وخالدا هنا بدى المنصوب وعلامة نصبه الفتحة وكذلك الأمر في الجملة الأولى الطبيب أحمد لو قلت أحمد الطبيب فكلمة الطبيب إذا جاءت بعد الاسم تكون نعتا وأيضا من بدل كل من كل الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة مثل قوله تعالى إن هذا الكرآن يهدي للتي هي أقوى فنلاحظ إن حرف ناسخ وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن والقرآن بدل من هذا منصوب علامة نصبه الفتحة وهذا النوع أيضا يسمى بدل كل من كل ومثله أيضا قولنا هذه القصة ممتعة هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ القصة اسم جاء معرف بأل بعد اسم الإشارة فيعرابه بدل مطابق أو نقول بدل كل من كل مرفوع علامة رفعه الضمة وممتعة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وننتقل إلى قسم آخر من أقسام البدل ثانيا بدل بعض من كل ويكون البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه أي جزءا ماديا ملموسا محسوسا وله شروط وهي أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه مثل أكلت التفاحة ربعها أو نصفها أو ثلثها أكلت فعل وفاعل التفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ربعها بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ولو قلت أكلت التفاحة كلها في هذه الحالة ليست بدلا بل هي توكيد لأن كلمة كلها فهي ألفاظ كل وجميع من ألفاظ التوكيد التي درسناها قبل هذا وسأترك لكم رابطا لهذا الدرس أسفل هذا المقطع إن شاء الله وننتقل إلى مثال آخر أعجبتني الشجرة ثمارها نلاحظ كلمة ثمارها أعجبتني أعجب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب والنون حرف للوقاية لا محل له من الإعراب وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به الشجرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهي المبدل منه ثمارها بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف بها ضمير يعود على المبدل منه وهو الهاء الثمار جزء من الشجرة ولو قلت أعجبتني الشجرة أوراكها أيضا بدل أغصانها أيضا بدل أي شيء من الشجرة فهو بدل بعض من كل ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى وارزق وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم أي الذي آمن منهم فقط فكلمة من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدل بعض من كل من أهله وننتقل إلى القسم الثالث ثالثا بدل اجتمال لا يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه ويكون المبدل منه مجتملا على البدل ويكون غالبا معنويا وليس دائما نقول غالبا وشروطه يتصل بضمير يعود على المبدل منه مثل بدل بعض من كل ومثال ذلك أعجبتني الأزهار رائحتها فكلمة رائحتها ليست كل الأزهار وليست جزءا من الأزهار ولكنها اجتملت على شيء في الأزهار وهو رائحتها فالأزهار هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ورائحتها بدل اجتمال مرفوع وعلامة رفعه الضمة وننتقل إلى مثال آخر أحببت الطالب أخلاقه فأخلاق الطالب ليست جزءا حقيقيا من الطالب وحقيبة الطالب ليست جزءا حقيقيا من الطالب وليست عضوا من أعضاء جسده لذلك كلمة حقيبته هي بدل اجتمال وعند الإعراب نقول أخلاقه وحقيبته بدل اجتمال منصوب وعلامة نصبه الفتحة فكلمة أخلاقه شيء معنوي وكلمة حقيبته شيء مدي ولذلك قلنا غالبا معنويا وجئت بهذا المثال لتوضيح كلمة غالبا معنويا أي في الغالب أنه يأتي معنوي حينما أقول أحببت الطالب أخلاقه أحببت الطالب أدبه أحببت الطالب علمه أحببت الطالب التزامه هذه كلها أشياء معنوية اجتمل عليها الطالب وليست جزءا حقيقيا منه وكلمة حقيبته كما قلنا تخص الطالب ولكنها ليست جزءا حقيقيا منه فلذلك يكون هذا النوع من البدل ويسمى بدل اجتمال تنبيهات وتطبيقات على البدل قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فكلمة الصراط المستقيم هي نفسها صراط الذين أنعمت عليهم فكأنما نقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم فكلمة صراط الذين أنعمت عليهم هي بدل كل من كل من الصراط المستقيم وعند العراب نقول صراط الثانية بدل كل من كل من منصوب وعلامة نصبه الفتحة وإذا وجدنا مثل هذه الصورة في الآيات القرآنية أو في الجمل أو في الأحديث فهي بدل كل من كل ونأخذ عليها مثال آخر مثل قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الصحف الأولى هي نفسها صحف إبراهيم وموسى فصحف الثانية بدل كل من كل مجرور وعلامة جره الكسرة لأن المبدل منه الصحف اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وننتقل إلى مثال آخر ما حضر الطلاب إلا طالبا أو طالب وهذا الأسلوب يسمى أسلوب الاستثناء فهذا النوع يسمى استثناء تام من في أي به أداة الاستثناء والمستثنى موجود والمستثنى منه ولكن سبق بنفي فكلمة طالبا الأولى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وحكمه جائز النصب في هذا النوع من اسلوب الاستثناء وكلمة طالب الثانية جاءت مرفوعة لأنها بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة فطالب جزء من الطلاب وهذا يأتي دائما في اسلوب الاستثناء له إعرابان إذا كان الاسلوب تام منفي يعرب إما مستثنى جائز النصب أو أنه بدل من المستثنى منه وها قد تحدثنا عنه وننتقل إلى نوع آخر الجملة نوعان اسمية وفعلية وهذا النوع يسمى سرد أجزاء المبدل منه ويسمى عند النحا بدل التفصيل ومثله أيضا الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف فكلمة اسمية وكلمة اسم فيها خلاف بين النحا بعضهم أعرب كلمة اسمية على أنها بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضم وحجته في ذلك حينما نقول الجملة نوعان اسمية وفعلية فكلمة اسمية جز من نوعان وليست كل نوعان فلذلك هم يتعاملون مع اللفظة في النح فقالوا كلمة اسمية بدل بعض من كل وهذا رأي بعض النحا والرأي الآخر يقول أن كلمة اسمية والمعطوف عليه فيما بعدها يكمل كلمة نوعان ورأيهم في ذلك على إعراب كلمة اسمية وإسم بدل كل من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقد ذكرت هذا المثال يسأل شخص لماذا ذكرت ذلك وعليه خلاف ذكرت ذلك وعليه خلاف لكي أقول لك إذا رأيت مثل هذه النوعية من الجمل في الأحاديث النبوية بني الإسلام على خمس وتكملت الحديث وقد سرد هذه الأجزاء جميعها نقول الكلمة الأولى بدل عليك أن تعرف أن الكلمة الأولى التفصيل بعد الإجمال هي بدل ماذا أعربها هل أعربها بدل بعض من كل أم أعربها بدل كل من كل أقول لك إذا كنت طالبا في الجامعة أو في المدرسة حسب ما يذكر لك المعلم إذا كان معلمك أو الدكتور في الجامعة من الذين يقولون أنها بدل بعض من كل فهي بدل بعض من كل وإذا كان من الرأي الذي يقول بدل كل من كل فهي بدل كل من كل وإذا كنت لا تدرس في الجامعة ولا في المدرسة وهي معلومة ثقافية لك هي بدل ويكفي ذلك وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس البدل وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته